كل التحية لك يا صهراء وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة تحقنات النادي الأهلي في كل مكان من هنا من داخل صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ولقاء فريق الرجال للنادي الأهلي في كورت السلة اللي بيلاقي فريق جزيرة الورد في بطولة دوري المرتبط لكورت السلة عايز نحط الجماهير في الصورة أكتر يا صهراء ونفاهمهم الوضع البطولة عبارة عن أن كان فيه دورتين مجمعتين أقيموا الدورة المجمعة الأولى كانت أقيمت في النادي الأهلي وانتهت بتصدر النادي الأهلي لمجموعته ويفوز بكل اللقاءات الدورة المجمعة الثانية كانت أقيمت في طنطة وانتهت أيضا بفوز النادي الأهلي في كافة لقاءاته وتصدره للمجموعة في مرحلة المرحلة الحالية هي مرحلة المقصات النادي الأهلي أول المجموعة الثانية بيلاقي رابع المجموعة الأولى اللي هو فريق جزيرة الورد الأهلي كان في مجموعة بتضم إلى جانب الناد الأهلي طلاق الجيش وطنطة والزهور دخلنا خلاص في مرحلة ترتيب المراكز ومرحلة دور 16 كان فيه قبل هذا اللقاء مباراة بتجمع ما بين فريق المرتبط في الناد الأهلي وفريق جزيرة الورد وانتهيت بفوز فريق الناد الأهلي 71-14 هيقام لقاء تاني يعني على ملعب فريق جزيرة الورد يوم 22-10 سيلاقي فريق المرتبط بالناد الأهلي أيضا فريق جزيرة الورد المرتبط وأيضا فريق الناد الأهلي الرجال سيلاقي فريق جزيرة الورد الرجال على ملعب جزيرة الورد حاليا الفترة التانية بتلعب الناد الأهلي بتقدم بنتيجة 36-18 من الأمور المهمة جدا اللي أنا عايز أتكلم فيها يا سارة الصفقات الجديدة اللي الناد الأهلي كان ضمها في الفترة الأخيرة سواء عمر طاري وعمر الجندي ومودي وأحمد مويبي اللي موجودين النهاردة بيشاركوا في اللقاء طبعا بيغيب إيهاب أمين للإصابة عودة عمر طاري بعد كان حصوله على أجازة للزواج بنقول له مبروك وواحد من اللعيبة اللي ضمها على النادي العلي النادي العلي في الفترة الثانية بيتقدم بـ 36-18 برضو يصير عشان نقرب الجماهير ونقول أن عاقب انتهاء هذا الدور اللي هيتم توقف لحتى منتصف شهر 12 من أجل مشاركة المنتخب المصري لكرة السلة في تصفيات أمم إفريقيا شكرا جدا فاروق صلاح شكرا جدا عن كل المعلومات دي طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي